لدينا أسئلة خمسة نعم السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن الأصول الثلاثة لأننا طلاب والطالب لابد يسير على الطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه نعم السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر ما تسأل عنه في قبرك من ربك ما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام السؤال الرابع السؤال الرابع ما الفائدة من هذه الدراسة؟ ما الثمر التي نجريها من هذه الدراسة؟ نعم أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة في الدنيا ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة إذا نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر السؤال الخامس على ماذا هذا المتن يحتوي؟ يحتوي هذا المتن على خمسة أقسام المسائل الأربع والمسائل الثلاثة ولماذا ندرس التوحيد؟ وشارح الأصول الثلاثة والخاتمة والله عنه الله عندي اشف